طريقة في القدم سد النهضة أما نعرف عمل مرسي في سد النهضة والسبب الرئيسي في الكارسة دي الحقيقة يحاكم لوحده مرسي في هذا الملف الموضوع موصول برضو بمرسي وخيرة الشاطر فيما قاله اليوم وزير الداخلية الأسبق حبيب العدل اللواء حبيب العدل الحقيقة اللواء حبيب العدل النهاردة أمام المحكمة الموقرة قضية اقتحام السجون قال كلام كتير قوي كل المواقع النهاردة تتكلم عن الشجاعة اللي بيتكلم بها حبيب العدل أنا شخصيا شايف إنها ملاش علاقة بالشجاعة واحد بيحاول يبرأ نفسه مما فعله واحد كان أقوى شخصيا في مصر تقريبا ولو قلتولي حبيب العدل كان أقوى من بركة أقولكه آه في فترة من فترات حبيب العدل خصوصا بعد حدثة لؤسر والبر الغربي وربنا ما يعدها كان حبيب العدل ماسك بكل السلطات في إيديه وكان عامل إمبراطورية من الرعب وهو نفسه قال مع مفيد فوزي اللي مش عايز اللي خايف إنه يتصنت على تليفونه أو خايف إنه يتسجله ما يتكلمش ما يتكلمش يعني إيه؟ يعني ما يعرض شيء ما يقولش رأيه ما يتكلمش في السياسة إذن حبيب العدل في هذا الحديث أنا فاكر ساعتها كتبت عمود في صوت الأمة والحقيقة يعني كانوا متضايقين مني أقولت فيه إنه الوزير الداخلية كان يريد أن يحولنا إلى خراف وأغنام يعني ما نتكلمش في أي حاجة نتكلم في اللب في السوداني في الفن في الترفيه في الهجس في الهجايس ماشي وكان عمر في حياتي من أيام الدول الفاشستية والنازية ما شفت يعني من أيام وزراء هتلر من أيام وجوبلز ومن أيام وزراء الأمن في ألمانيا الهتلرية ما كانوا بيحط والسفاك أيام الشاه ما كانوا بيحطوا ما بين كل اتنين مخبر ما شفتش وزير داخلية يقولي الجملة دي بس ألها علنا أنه طلعت في زم مصري اللي خايف ما يقولش يعني ما تكلمش في أي حاجة هتتسجل وأنجيبك ده كان معناها وده أحد الأسباب اللي قامت عشانها ثورة يناير وهي ثورة شعبية تحولت بقى المؤامرة تحولت النشطاء ركبوها الإخوان طبعا ركبوها استثمروها المؤامرات الخارجية المخابرات الخارجية كل ده مزبوط وثائق بتقول كده لكن في ملايين طلعوا من الخنقى من المرض من الفقر من البطالة شباب طلعوا نعم طلعوا بكل المقيسة العلمية في علوم السياسية هي ثورة لكن يا أخ حبيب العدلي أنت كنت أحد أسباب زي الثورة أنت النهاردة ما تقول لي مؤامرة طيب يبقى أنت كنت أحد أسباب زي المؤامرة أما تقول لي أنا لو كان بإيدي كنت طلعت السلاح يضرب عشان اكتشفت أنه حزب الله والإخوان ومعرفش إيه وده أسوأ من كده قال حاجة أخطر من كده النهاردة حبيب العدل قالك فاكرين سجنيسة القدسين 2010 فاكرين هذه الكارثة اللي قدمت قلوبنا أخواتنا المسحيين هما بيصلوا البشعة لا يمكن حد يتصور أن الناس راح تصل بأسارها في العيد يتضبحوا جوه بالشكل ده يتدمروا جوه بالشكل ده وحتى الآن مجيش المجرم خدوا بالكم فالأخ حبيب العدل يقولك أنا رصدت عربيات دخلة علشان تعمل الكارثة ده أنت تدان في كده طب ما قبطتش علوم ليه يعني بتعارف عندك معلومة أن فيه ناس جاية تعمل حادثة دي الله ما هو إذا كان اللي بيسمع مش عارف إيه بقال إيه إيه الحقيقة الثقة والعنترية اللي بيتكلم بيها حبيب العدلي حيث أراد أن يبرق نفسه هو مدان في كل كلمة قالها يا جماعة جيبوا صروة حبيب العدلي يا جماعة جيبوا الأصور اللي كل فاتفوتة فيها جاي من دولة يا جماعة شوفوا الحمامات بتاعة الأصور اللي أنا عرضتها قبل كده أجرت كام يا سيادة اللواء وأنت وزير داخلية أجرت كان كام جبت الأصور اللي عدت بمليارات دي منين وإزاي محترامي لحضرتك أنت قلت ما يدينك ثم أنه حتى الآن لم يفتح ملف من أين لك هذا ما احترامي لكل الأضايا اللي بتحكم فيها لكن النهاردة أنا بشوف مواقع وجرائد بيتصرف عليها أنا شفت شركات إنتاج سينمائي بيتصرف عليها من فلوس حبيب العدلي الأخ نبيل ده اللي كان يعتبر وزير خزانة حبيب العدلي اللي عمل شركات إنتاج هنا وفي لبنان وبفلوس حبيب العدلي اللي هي فلوس مين الداخلية اللي هي فلوس الشعب ده كلام يعني أنا بقولش ده كلام موجود على الدنيا كلها على المواقع كلها وكلام يعني مثبت حبيب العدلي فلوس الداخلية دخلها في الإنتاج السينمائي فيه فيلم لأحمد عزم 365 يوم إنتاج نبيل وحبيب العدلي الحاجرات كنت وزير داخلية ولا منطق سينمائي الحاجرات كنت وزير داخلية ولا صاحب مواقع إخبارية ولا إعلامية ما هي حاجة ما هي دي تاريخ بقى عايزنا نتكلم في التاريخ نتكلم في التاريخ بقى احنا معنا فيديو طيب هو قال برضو معلومة خطيرة جدا قال بناء على سؤال من المحكمة على 28 يناير قال المحكمة الموقرة بأنهم عرضوا على الرئيس الأسبق حسن مبارك المعلومات بأن هناك تحركات وصلت لمرحلة متقدمة لخطة أمريكا واتصالات بين الإخوان وعناصر أجنبية ولها دور في محاولة إسقاط الأمن الداخلي والخارجي وبناء العزين معلومات تم عقد اجتماع طارق في القرية الزكية ضم الأجهزة الأمنية لسلاسة وأن هذه الأجهزة كانت تناسق المعلومات في بينهم لحماية المواطنين واللي هو اليوم اللي تقطع فيه النت والكلام ده والاتصالات وذكر أنه باعتفاق موقف تم الاتفاق على قطع اتصال من خلال اجتماع حضره أحمد نظيف رئيس الحكومة وأنا سيل فيه وزير الإعلام ومشارة أنتو وزير الاتصالات وكان هدف مقاطع ومانع الإخوان من الاتصال بهذه العناصر التي تحضر أسلحها للتمكن من إفشال المؤامرة لا تعرض لها البلاد تمه ده إدانة للمسؤول في هذا البلد ساعتها أنت بتقول أنك أنت رصدت ناس دخلة ما أبطتش علوم ليه بتقول أنه كان فيه مؤامرة ما أجبتش أطراف المؤامرة ليه الحقيقة أنا في هذا السياق لابد أن أذكر شهيد زابط أمن وطني كان في أمن الدولة الشهيد مبروك الشهيد محمد مبروك اللي رصد الخطة من تركيا الإخوان قتلوا ليه لأنه رصدت الخطة بين أحمد عباطي والتنظيم دول الإخوان وخيرة الشاطر والمرشد هنا وجاب كل الحكاية قبل يناير خدوا بالكم وفضل شغال على نفس القضية عشان كده قتلوا أنا نفسي محمد مبروك هذا البطل الشهيد يتعمل له فيلم يتعمل له حاجة واحد من الجنود المجهولين اللي كشفوا مؤامرة الإخوان على هذا البلد قبل صورة يناير بمناسبة الأمن حالا الرئيس سيسي بيلتقي بأكبر رأسي عن الأمن في ألمانيا ويناير